اهلا بيكو تعالي نحضر مع بعض النهاردة واسرع غدا ممكن تعملوه في حياتكو هنعمل مع بعض صدور الفريخ بالمستردب مع البطاطس طعمه حلو جدا سهلة سريعة هقولك ازاي الصدور بتاعتك ما تبقاش نشفة للناس عندها مشكلة على طول ان الصدر بيطلع نشف لان النهاردة هقولكو على كزا تركاية كده تخلي الصدر بتاعك يبقى طري كده وجوسي من جوه وازاي البطاطس تبتوي نفس السواء الصدور مع بعض هنعمل المهاردة مع بعض اصرع غدا ممكن تعمليه في حياتك انا بس ما لفهم اللي اول مرة تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكو اشعار بكل فيديوهات الجديد وما تنسوش لايك وشير اللوص لو عجبتكم ويلا بنا نبدأ وصفتنا اول حاجة هجيب البطاطس بتاعتي وهقطعها شرايح زي ما بنعمل صانية البطاطس العادية جدا التقلدية التركية كلها ان انا لما باجي اعمل صانية البطاطس بتاعتنا اللي بالفراغ بالعض بسيب البطاطس تخينة شوية عشان تستوي معايا سوى الفراغ انما الصدور اولا دي بتستوي بسرعة فهنخليها بالصوم كده بالضبط يعني ما تبقاش رفاياعة قوي ما تبقاش تخينة قوي هقطع البطاطس بتاعتي كلها انا استخدمتها تقريبا اربع بطاطسات متوسطين الحجم تقدروا تستخدموا قل من كده ازيد من كده تقدروا تبدلوا البطاطس باي خضار تاني في الدنيا انتوا عايزينه انا هديكوا تدبيلة حلوة قوي حطوها معاي خضار في الدنيا هجيب بقى البصل بتاعي ديفوا بصل ديفوا فلفل اي حاجة انتوا عايزينها جبت البصل وهقطعه شرايح هقولكو على السر احنا ليه بنتسيب الحتة اللي تحزينه وابنيجي نقطع البصل عشان تفضل البصل معاك سليمة كده لحد اخر واحدة بتقطعها فيها بعد ما قطعت الخضار بتاعي كده هتيبه على جنب وهجيب الصدور بتاعتي انا مستخدمها 3 صدور تقدروا تبدل الصدور بوراك تقدروا تبدلوها بفرخة سليمة متقطعة يعني زي ما انتوا عايزين هبدأ اعمل في كل صدر زي مكعبات كده بالسكينة مش بوصل لحد الاخر يعني قبل الاخر شوية وبوقف بالمنظر ده بالضبط عشان التدبيلة كلها تخش جواها والصدر ما ياخدش وقت في السواء فيتحول لحاجة مفتلة نشفة ما نحباش دي اهم حاجة في الصدور لما تيجي تعملي الصدور على طول اعملي فيها الخطوة دي علشان تستوي معاك سواء مصبوط تعالوا بقلكوا على احلى تدبيلة ممكن تتبيلوا بها الصدور دي هنحتاج ملح فلفل اسود بودرة توم بودرة بصل وبهرات فراخ وكاري وزعتر ومرأة فراخ لو حابين المرأة الفورية ولو مش حابين تقدروا تستغنوا عنها هضيف عليهم حبيتين من الفلفل الرومي مفرومين نعم جدا جدا يهميني قوي ان هما يكونوا مفرومين نعم قوي ومعلقة كبيرة من التوم المفروم ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل الفرش اللي تدروا تبدلوها بجنزبيل عادي هضيف معلقة صغيرة من عصير اللمون معلقتين كبار من المسترد ومعلقة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت زيتون او اي زيت نبادي عندكم هقلب بقى كويس جدا مع بعض وبصوا دي حرفيا احلى تدبيلة ممكن تكلوها مع الصدور حلوة جدا ولايقة جدا كمان مع البطاطس هجيب بالبايركس هجيب الصينية اي حاجة عندك تكون بتخش الفرن هنزل بالخضار بتاعي وهضيف معلقتين من التدبيلة اللي انا عملتها دي وهغلف البطاطس والبصل بالتدبيلة دي كويس جدا جدا اللي بيوم مع بعض كويس لحد ما كلها تاخد من التدبيلة دي وهجيب الصدور بتاعتي كمان وهغلفها كويس برضو بالتدبيلة وتأكدوا بقى ان التدبيلة دي دخلت كده في الفتحات اللي احنا عملناها في الصدر عشان تبقى الصدر كله متتبل وكل قطع عتيجي تكليها تحس انها متشربة من التدبيلة ان احنا عملناها دي هرستهم بقى فوق البطاطس وما بعملش حاجة تانية اكتر من كده الموضوع سهل جدا بسيط جدا كل اللي انا هعمله ان انا هضيف كبية لربع من المياه ومياه عادية جدا من الحنفية وهي دي اللي هتساوي معايا كل الحاجات دي وما بغطيش عليها على فكرة بدخلها الفرن كده زي ما هي اهمة ركاية بقى عندي تانية هي التسوية انا بسوي على فرن متسخن لازم الفرن يكون متسخن قوي درجة حرارة 240 اول ربع ساعة وبعدين بهدي النار للمتين لحد ما تستوي تماما في الرف اللي في النص يعني لا تحت ولا فوق لحد ما تاخدوا اللون التحفة ده مش قادروا يصف لكم رحتها عاملة زي رحتها رهيبة تقدروا تضيفوا مع البطاطس اي خضار انتو بتحبوه تقدروا تستغنوا على البطاطس وتضيفوا اي برضو خضار تاني تضيفوا كوسة تضيفوا اي حاجة انتو بتحبوه تضيفوا مشروم هيبقى التحفة معاها بس تدبيلة اصلا الماسترد مع الفراخ والبطاطس رهيبة وبصوا بقى البطاطس دايبة جدا البطاطس مستوت سوى الصدور ودي اهم حاجة بالنسبالي بصوا البطاطس عاملة زي لها تلمسيها بالشوكة كده تلاقيها بالدوب واهم بقى اهم حاجة خالص في الدنيا ان الصدر بطيقى مش نشف من جوة يعني صدور الفراخ مش نشفة ومش مفتلة لان احنا عملنا فيها فتحات فما خديتش وقت معاه في التسوية كل ما تقعدوا الفراخ اكتر على النار يا جماعة كل ما هتلاقوها بتشد ومش حلوة يعني هي بمجرد ما تستوي المفروض نطفي عليها على طول بصي الصدور من جوة فيها عصارة وده مهم جدا بالنسبالي زي ما قلتلكوا تقدروا تبدلوا الصدور بوراك تقدروا تبدلوها بفرخة تكون متقطعة اربعة او متقطعة تمن قطع عشان تستوي معيك نفس السواء البطاطس بمنطقة سهولة وبسي هتاكلوا غداء رهيب جدا جنبها بقى شوية رز ومش محتاجين حاجة تانية اكتر من كده اتمنى الوصف تكون عاجبتكو اتمنى تجربها تقول لي عليكم فيها ايه سوش تكتب لي في الكومنتيات عن رأيكم في الوصف او عن اي وصفات تنعينينا عايزة ان نعملها لكم وشوفك على خير انساء الله فوصفا جديد وبايبوا اشتركوا في القناة